اسم الدرس وظف مكتسباتي وأقيمها أولاً لفلاح حقل به عشرين صفاً من شجر الزيتون بكل منها خمسة وثلاثين شجرة أنتجت الواحدة معدل خمسة وسبعون كيلوغرام من حب الزيتون نقل الفلاح الصابة التي تحصل عليها على متن شاحنته في ثلاث سفرات بكميات متساوية ثبتت على أحد جانبي الشاحنة هذه اللوحة كتلة الشاحنة فارغة 9380 كيلوغرام كتلة الشاحنة في حمول قصوى 27 ألف كيلوغرام ألف هل تجاوز الفلاح الحمول القصوى للشاحنة؟ أعلّي الإجابة الإجابة أبحث أولاً عن عدد أشجار الزيتون عدد الصفوف في عدد أشجار الصف الواحد 20 في 35 يساوي 700 شجرة كمية الزيتون المنتجة كمية الزيتون المنتجة تساوي عدد أشجار الزيتون في معدل إنتاج الشجرة الواحدة بالكيلوغرام إذن كمية الزيتون المنتجة تساوي 700 في 75 كيلوغرام يساوي يساوي 52500 كيلوغرام كمية الزيتون التي سيتم نقلها في السفر الواحدة كمية الزيتون التي سيتم نقلها في السفر الواحدة تساوي كمية الزيتون المنتجة على عدد الصفرات 52500 على ثلاثة يساوي 17500 كيلوغرام 52500 على ثلاثة 5 على ثلاثة يساوي 1 1 في ثلاثة يساوي ثلاثة 5 إلا ثلاثة يساوي 2 ونقوم بإنزال الاثنين 22 على ثلاثة يساوي 7 7 في ثلاثة يساوي 21 22 إلا 21 يساوي 1 ونقوم بإنزال الخمسة 15 على ثلاثة يساوي 5 5 في ثلاثة يساوي 15 15 إلا 15 يساوي 0 ونقوم بإنزال الصفر 0 على ثلاثة يساوي 0 0 في ثلاثة يساوي 0 0 إلا 0 يساوي 0 ونقوم بإنزال الصفر 0 على ثلاثة يساوي 0 0 في ثلاثة يساوي 0 0 إلا 0 يساوي 0 إذن تكون النتيجة 17500 كتلة الشاحنة في الصفر الواحدة تساوي كمية الزيتون التي سيتم نقلها في الصفر الواحدة زائد كتلة الشاحنة فارغة 17500 مع 9380 تساوي 26880 كيلوغرام إذن الفلاح لم يتجاوز الحمولة القصوى للشاحنة لأن كتلة الشاحنة في الصفر الواحدة 26880 كيلوغرام أصغر من كتلة الشاحنة في حمولة قصوى 27000 كيلوغرام باء أبحث عن طريقة أخرى للحل الإجابة أقوم بالمراحل التالية أبحث عن كتلة البضاعة القصوى التي تحملها الشاحنة في الصفر الواحدة ثم في ثلاث سفرات 27000 ناقص 9380 في ثلاثة يساوي 17620 كيلوغرام في ثلاثة يساوي 52860 كيلوغرام وبحساب كتلة الزيتون 20 في 35 في 75 يساوي 52500 كيلوغرام نلاحظ أن عن كتلة البضاعة القصوى التي تحملها الشاحنة في ثلاث سفرات أكبر من كتلة الزيتون 52860 كيلوغرام أكبر من 52500 كيلوغرام فنستنتج إذن أن الشاحنة يمكنها نقل كتلة الزيتون على ثلاث مرات دون تجاوز حمولة الشاحنة الممكنة يبين هذا المخطط كميات مختلف أنواع المحروقات التي باعها صاحب محطة بيع وقود خلال سداسية ستة أشهر بحساب اللتر مازوت بنزين رفيع بنزين عادي بنزين بدون رصاص نفط أبحث عن الكميات التي تفوق بها مبيعات المازوت مبيعات النفط الإجابة مازوت بنزين رفيع بنزين عادي بنزين بدون رصاص نفط الكميات التي تفوق بها مبيعات المازوت مبيعات النفط تساوي كمية مبيعات المازوت بحساب اللتر ناقص كمية مبيعات النفط بحساب اللتر خمسة مليون وأربعمائة ألف ناقص ثلاثة مليون وسبعمائة ألف يساوي واحد مليون وسبعمائة ألف لتر قال ضياء يمكنني أن أحسب مجموع مبيعات المازوت والنفط بطريقتين ألف أجيب بصواب أو خطأ بالنسبة إلى كل طريقة ألف الطريقة الأولى خمسة مليون وأربعمائة ألف زائد ثلاثة مليون وسبعمائة ألف باء الطريقة الثانية ثلاثة مليون وسبعمائة ألف في إثنان ناقص خمسة مليون وأربعمائة ألف ناقص ثلاثة مليون وسبعمائة ألف الإجابة الطريقة الأولى صواب الطريقة الثانية خطأ والصواب 3.700.000 في إثنان زائد 5.400.000 ناقص 3.700.000 باء أبحث عن مجموع مبيعات البنزين العادي والبنزين بدون رصاص بأكثر من طريقة الإجابة الطريقة الأولى 5.700.000 زائد 7.300.000 يساوي 13.000.000 الطريقة الثانية 5.700.000 في إثنان زائد 7.300.000 ناقص 5.700.000 يساوي 13.000.000 لتران الطريقة الثالثة 5.700.000 زائد 5.700.000 زائد 7.300.000 ناقص 5.700.000 يساوي 13.000.000 لتران جيم أبحث عن مجموع مبيعات المحروقات خلال هذه السداسية بحساب الفلتر الإجابة مجموع مبيعات المحروقات يساوي كمية النفط زائد كمية البنزين بدون رصاص زائد كمية البنزين العادي زائد كمية البنزين الرفيع زائد كمية المزوط 3.700.000 زائد 7.300.000 زائد 5.700.000 زائد 6.100.000 زائد 5.400.000 يساوي 28.200.000 لتران يساوي 28.200.000 لتر ثالثاً أمثل على الشبكة المرسومة مستطيلاً ألف با جيم دال حيث ألف ثمانية يمين ستة أمام با ثلاثة يمين ستة أمام جيم ثلاثة يمين ثلاثة أمام كل خطوة على الشبكة تمثل في الواقع واحد ديكامتر وستة متر غرس هذا الحقل كوروماً بمعدل شجرة في كل حوض مربع الشكل قيص ضلعه إثنان متر أبحث عن عدد أشجار الكوروم المغروسة بطريقتين مختلفتين الإجابة الطريقة الأولى نقوم بتحويل الخطوة إلى المتر لأجد الأبعاد الحقيقية للحقل واحد خطوة تساوي واحد ديكامتر وستة متر تساوي ستة عشر متر الطول ألف با يساوي خمس خطوات يساوي خمسة في ستة عشر يساوي ثمانين متر العرض با جيم يساوي ثلاث خطوات يساوي ثلاثة في ستة عشر يساوي ثمانية وأربعين متر عدد أشجار الكوروم المغروسة بطريقتين مختلفتين سمانون في ثمانية وأربعون على إثنان في إثنان يساوي ثلاثة آلاف وثمانمائة وأربعين على أربعة يساوي تسعمائة وستين شجرة الطريقة الثانية أولاً نبحث عن مساحة الحقل المستطيل ألف با جيم دال مساحة ألف با جيم دال تساوي الطول ألف با في العرض با جيم مساحة الحقل تساوي ثمانين في ثمانية وأربعين تساوي ثلاثة آلاف وثمانمائة وأربعين متر مربع ثانياً مساحة الحوضة المخصص لغرس الأشجار مساحة الحوضة المخصص لغرس الأشجار تساوي الضلع في إثنين إثنين في إثنين يساوي أربعة متر مربع ثالثاً عدد أشجار الكروم المغروسة عدد أشجار الكروم المغروسة تساوي مساحة الحقل على مساحة الحوض ثلاثة آلاف وثمانمائة وأربعون على أربعة يساوي تسعمائة وستين شجرة باعتبار أربعة متر مربع يساوي واحد شجرة أشجار الكروم المغروسة تسعمائة حوضة 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 ترجمة نانسي قنقر